السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة اليوم بدي أزرع أفضل أنواع العنب هذن الأغصان أحد الأصدقاء أهدان ياهن وقال للي هذن يحمل عن عنب أسود ما بيبذر ومن أطيب أنواع العنب ليش لأن الحبة تصير كبيرة وبنفس الوقت ما فيها بذور وقشرتها رقيقة لذلك أنا حبيت أعتني بهذا الأغصان بطريقة جيدة وأزرعها بطريقة ناجحة حتى أكسبهن وما أخسرهن إذا بدنا نزرع العنب نقدر نزرعه من أكثر من طريقة نقدر نزرع من خلال الأغصان أو التعقيل ونقدر نزرع من خلال البذور ونقدر نزرع من خلال الترقيد الهوائي أول خطوة إذا بدنا نزرع العنب من خلال الأغصان أو من خلال التعقيل لازم نعرف تبدأ زراعة العقل أو الأغصان تقريبا من الشهر الواحد حتى نهاية الشهر الثالث تقريبا من بعد هذا الوقت نقدر نزرع من خلال الترقيد الهوائي على مدار العام ونقدر نزرع من خلال البذور من أول فصل الربيع حتى نهاية فصل الخريف إذا بدنا نزرع من خلال التعقيل ناخذ غصن أو عقلة يكون طولها عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين حتى أقصى وبكل عقلة لازم يكون فيه ثلث أربعة براعم أو برعمة أقل شيء ليش لأنه البرعمة هي اللي تفتح أوراق وهي اللي تمد أغصان لذلك ما لازم نزرع عقلة بدون براعم لأن العقلة بدون برعمة ما رح تعطينا نتيجة ناخذ العقلة من النبت اللي بدنا نزرعها أو من عريشة العنب أو من كرمة العنب ونقلمها من الطرفين ونشيل عنها كل الأغصان اليابسة وبعدين نغرس العقلة بمادة الثوم لأني تعتبر مطهر من الأمراض الفطرية وتحمي العقلة من كل الحشرات ونغرس العقلة بحية لتربة موجودة عندنا التربة اللي موجودة عندي تربة حمر طينية خلطت معاها شوي من السماد العضوي حتى تصبح غنية وبنفس الوقت مشان تعطي حرارة ورطوبة للعقلة وبنفس الوقت مشان التربة تصير خصبة وأزرع العقلة بالتربة تقريبا بعمق ستة أو سبعة سنطي بكل سطل أقدر أزرع عقلتين أو ثلاث أو أربعة أو عشر عقل العقل بصر بيهن جذور وبصر بيهن فروع أقدر أنقل كل عقل على سطل لحال وبهاي الطريقة أكون زرعت أفضل أنواع عرائش العنب وبدون ما أخسر ولا قرش يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف السلام عليكم ورحمة الله اليوم بنا نزرع البطيخ أو الشمام من خلال الشتول